اذا مستمرون وياكم متابعين الكرام عبر وكلة جي ميديا في هذه المتابعة الاخبارية من مدينة غزة لهذا العدوان الاسرالي المستمر على القطاع والذي دخل يومه الثاني على التوالي اذا ابدأ بالتطورات الميدانية اخر هذه التطورات سمع قبل قليل عدة انفجارات تحديدا شرق مدينة غزة اذا عدة انفجارات الان شرق مدينة غزة هذه الانفجارات متابعين الكرام تأتي بالتزامن مع التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع التي لا تزال تحلق في كافة ارجاء قطاع غزة وعلى مستويات منخفضة ايضا بين الحين والاخر تدخل الطائرات الحربية في سماء القطاع قبل ساعة من الان ايضا كانت هناك انفجارات عدة تحديدا في جنوب القطاع وتحديدا في محافظة خانيونس حيث غارت طيران الاحتلال الحربي الاسرائيلي بعدة سواريخ على عدد من الاراضي الزراعية تحديدا في شرق القرارة وشرق بلدة عبسان الكبيرة هذه الاستهدفات تأدت لاستشهاد مواطن واصابة اثنين اخرين وصفت جراح هذين المصابين بالمتوسطة وتم نقلهما الى المستشفيات في المحافظات الجنوبية ايضا في شمال القطاع كانت هناك عدة انفجارات تحديدا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة تم استهداف عدد من الاراضي الزراعية ما ادى الى اصابة مواطنين تم نقلهما مباشرة الى المستشفى الاندوليسي في شمال القطاع بحسب المصادر الطبية في المستشفى وصفت جراح المصابين بالطفيفة بالتالي ربما الساعات القادمة ستكون حاسمة في ظل هذا التحليق المكثف في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي على القطاع هذا يأتي بالتزامن كما تحدثت في ظل التحليق المكثف لطائرات الاحتلال الحربية الاسرائيلية وكذلك في ظل تهديدات الاحتلال باستمرار هذا العدوان الاسرائيلي حصيلة الاصابات والشهداء حتى اللحظة في هذا العدوان ستة عشر شهيدا بينهم ثلاثة من قادة كبار في حركة الجهاد الاسلامي في اصابة اكثر من خمسة وعشرين مواطنا بحسب اخر احصائية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة وصفت جراح جل هذه الاصابات بابين متوسطة وخطيرة تم نقل هذه الاصابات الى المستشفيات في القطاع وزارة الصحة بالامس كان لها مؤتمرا صحفيا في مستشفى الشفاء حذرت من استمرار هذا العدوان الاسرائيلي في ظل نقص الكميات الكبيرة من الادوية والمستلزمات الطبية وايضا في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي باغلاقه للمعابر المؤدية لقطاع غزة نحن نتحدث عن معبر كريم ابو سالم مغلق منذ امس وايضا معبر ايرز مغلق حتى هذه اللحظة هناك حالات حرجة ما بين المصابين في هذه الغارات الاسرائيلية الاحتلال منع المرضى من تلقي العلاج في مستشفيات الداخل المحتل وكذلك الضفة والقدس المحتلة قبل قليل كما نتابع ربما انفجارات الان عديدة تسمع في مدينة غزة اذا سلسلة انفجارات في هذه الاونة متابعين الكرام تسمع في ارجاء مدينة غزة تحديدا هذه الغارات ربما شرق المدينة اذا ثلاثة انفجارات حتى هذه اللحظة متابعين الكرام شرق مدينة غزة كما نستمع اليها الان اذا متابعين للكرام سماع دو انفجارات في هذه الاونة في المناطق الشرقية لمدينة غزة حتى هذه اللحظة وبحسب المصادر المحلية تتحدث عن رشقات ساروخية يتم اطلاقها من قبل المقاومة الفلسطينية في هذه الاونة تحديدا في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة اذا وابلا من السواريخ الاسرائيلية متابعين الكرام حتى هذه اللحظة يتم اطلاقه من قبل المقاومة الفلسطينية على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة الاعلام العبري تحدث قبل قليل بانه سمع دو انفجارات في مدينة عسقلان المحتلة اذا الاعلام العبري تحدث في هذه الاونة عن سماع دو انفجارات في مدينة عسقلان المحتلة كل هذا يأتي بالتزامن مع استمرار المقاومة الفلسطينية في هذه الاونة وكما نستمع الان لهذه الرشقات الساروخية التي يتم اطلاقها نحو المستوطنات المحاذية لقطاع غزة وايضا على البلدات القريبة من حدود قطاع غزة اذا الان هناك تحلق مكثف كما نستمع الى الطيرات الحربية الاسرائيلية التي تحلق في هذه الاونة بشكل كثيف وعلى مستويات منخفضة في كافة ارجاء قطاع غزة في وسط المدينة نستمع الى ازيز هذه الطائرات متابعين الكرام نحن الان نتواجد في وسط مدينة غزة تحديدا في حي الرمال ربما تشاهدون في الخلفية حركة ضعيفة للمواطنين في ظل استمرار هذا العدوان الاسرائيلي والذي دخل كما تحدثت في بداية هذه المداخلة يومه الثاني على التوالي ربما ايضا تشاهدون المحال التجارية في هذه المنطقة جميعها تم اغلاق هذه المحالة بسبب استمرار هذا العدوان الاسرائيلي على القطاع بالتالي حركة ضعيفة للمواطنين وايضا للمركبات في هذه اللحظات متابعين الكرام اذا العدوان الاسرائيلي مستمر المقامة الفلسطينية ربما قالت كلمتها الان وتم استهداف العديد من المستوطنات المحاذية لقطاع غزة بعدد من الرشقات الساروخية حتى اللحظة لم لا يوجد هناك في هذه اللحظة في ظل هذه الغارات الاسرائيلية على القطاع لا يوجد حتى اللحظة اصابات جديدة اخر الاصابات كانت في شمال القطاع هناك اصابتين طففتين بفعل الغارة الاسرائيلية الاخيرة التي استهدفت ارضا زراعيا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة بالطبع سنكون معكم في رسائل اخرى من مدينة غزة في ظل هذا العدوان الاسرائيلية الاصابات الثاني معانون المستوطنا من المستوطن بعدد من المستوطن المستوط المستوطن الماء متوانون مستوطن الحماية الضربة اشتركوا في القناة